لكن وإحنا بنقول قرعد بقى دور الستاشر للموسم الجديد كان فيه تحفظات كتير جد والتحفظات دي إحنا أيضا اعتدنا عليها اعتدنا عليها ليه؟ أي مجموعة فيها النادي الآلي أو أي طريق هيمشي فيه النادي الآلي هو دايما الطريق السهل المفروش بالورود هو صلاح سالم بعد الفجر على حد تعبير أحد لعبي نادي الزمالك القدامة وأي طريق هيتواجد فيه نادي الزمالك حتى لو كان في مواجهة دورة أبطال أفريقيا وفيه سجرادة هيبقى الطريق الصعب هو صلاح سالم في عز فترة الزحام خمسة المغرب ده دايما اعتدنا عليه ولكن خلونا نستعرض ونركز ونتكلم بهدوء وبمنطق وبموضوعية زي ما حراركم معتدين معنا ونشوف القرعة كأس مصر دور الستاشر للموسم الجديد طريق النادي الآلي وطريق نادي الزمالك ثم بعد ذلك نشوف بقى الاعتراضات ممكن نستعرض القرعة ومواجهة النادي الآلي لمصر المقصة وده مشوار النادي الآلي الآلي هيواجه مصر المقصة الفائز هيواجه المقاولين والجونة على المقابل أربع فرق هيطلع منهم فريق يواجه فريق من اللي في مجموعة النادي الآلي في الدور قبل الناي سواء طلع الجيش أو منتخب السويس أو سموح أو قفر الشيخ وده القرعة اللي الناس بتقول عليها سهلة برغم ان موجود فيها فريق زي طلع الجيش وده فريق حق بطولة السوبر المصري على حساب النادي الآلي ووصل لنهائي كأس مصر على حساب نادي الزمالك لما هواجه في دور قبل النهاء بس عادي الطريق سهل جدا على المقابل الزمالك والإسماعيلي وكل كده يمكن عشر مرة والمصري وإسترن اللي هيفوز من الزمالك والإسماعيلي هيقابل الفائز من المصري وإسترن هيطلع فريق من الأربعة دول يواجه فريق من الأربعة على الجانب الآخر انبي البنك الاهلي بيرامد سيراميكا ولأول مرة تقريبا يتواجد بيرامد في مجموعة أو في طريق نادي الزمالك كان بيرامد دائما وأبدا بيتواجد في مجموعة نادي الآلي يمكن مش أول مرة يعني تاني مرة لكن تواجد قبل كده في بطولة كأس هنبقى نستعرضها ولكن خلينا نوضح فارس القصة دي أساسا هل هي متعمدة إننا أروح للسكة دي آه فيه تعمد اللي هو بالتوجه بس التوجه ده مش ينا عليه خمس أو ست مواسم ده حقيقي إش معنى دلوقتي بنشتكي من القرعة الموجهة بص فكرة توجيه القرعة ده معمول به هنوصل معاك وبتدرج مواسم ولكن القرعة بتتكلم الحج عامر حسين شرح ببساطة إن احنا بنتكلم أول وثاني الدوري موجود كل واحد فيهم في جانب وبنتكلم في إن التالت والرابع هكذا وتقسيم الفرق بعد كده تمانية وتمانية عايزين نقول حاجة يمكن المشكلة يا جماعة إن الناس بتبص على حساب الفريق اللي وصل مش كم ممكن يكون الوضع إيه يعني نادي منتخب السويس هو وصل للقرعة دي وفي الطرف اللي فيه نادي الأهلي وصل على حساب مين؟ على حساب فيوتشر أيوة فيوتشر واحد من أقوى الفرق في الدوري السناني منتخب السويس وصل على حسابه نادي زي كفر الشيخ وصل على حساب مين؟ وصل على حساب فارقه واحد من الفرق القوية أيضاً في الموسم السهادي ومن الفرق اللي بدري حجزت فكرة إن هي بعيدة عن الهبوط على الجانب الآخر نقطة نقدر نطرحها بسهولة جداً وقالت يكون سموحاً وقالت يكون فريق آخر خرج فيوتشر أو خرج فارقه على الجانب الآخر المربع اللي فيه أمبي والبنك الأهلي وبرامتز وسيراميكا وهو ده اللي بدأ يحق للناس إن ياه ده بص طريق الزمالك فيه معركة طحنة كل الفرق دي اللي هي أمبي والبنك الأهلي وبرامتز وسيراميكا هيوصل منهم فريق واحد بس زي نفس وضع المجموعة المقابلة عشان يقابل نادي الزمالك لو كمل يبايزاً أنت الفكرة مش بترسلي فكرة دهنة في طريقه والزمالك مش هلاعب كل الفرق دي حضرتك الزمالك مش هلاعب كل الفرق دي وفريق زي منتخب السويس أو كفر الشيخ اللي انت شايفهم في طريق النادي الآلي هو النادي الآلي مش هلاعب كل الفرق دي هو يا جماعة مش دوري أنت عندك مشكلة في التقييم أساساً لما تفتكر إن ده دوري إن الأهلي هلاعب كل الفرق دي فسأل يكسبها والزمالك هيلاعب كل الفرق دي فسألك سبع أولا ده طرح منطقي ملوش علاقة بالواقع لأن الطرح المنطقي السليم هو أن أنت تتكلم أن فريق واحد هيصعد من أمبي البنك الأهلي برامد زو سراميكا وفريق واحد هيصعد من طرع الجيش منتخب السويس وموحة كفر الشيخ دي نقطة المواسم اللي فاتت قبل ما تروح للمواسم اللي فاتت أساسا المواجهات اللي هيقابلها نادي الزمالك مواجهة الإسماعيلي بنسبة كبيرة أعلى أنه انسحب لو البيان هو جد فيه فنادي الزمالك هيقابل الفائز من المصري وإسترين كومباني حابب بس أوضح أن النادي الإسماعيلي في 22 مباراة لم يحقق الفوز في الدوري هذا العام سوى في 4 مباريات فقط لغير النادي المصري في المركز 13 لم يحقق الفوز هذا العام في الدوري في 22 مباراة سوى في 5 مباريات فقط لغير فالأسماء اللي حضرتك شايف مع كامل تقدرنا واحترامنا لها هي بتقدم نسخة الموسم ده بعيدة تماما عن نسخ الإسماعيلي في مجدو أو نسخ المصري في عزدون القصة كلها 4 مباراة فوز و5 مباراة فوز فريق زي مصر المقصة اللي يابلوا النادي الإعلي ده قدر في الدوري برغم مكانته متأخرة لكن حافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات دي نقطة النقطة بقى الأهم احنا طول عمرنا بنقول أن مباراة كأس مصر مباراة تحمل مفاجئات مش بس كأس مصر مباراة الكؤوس في أي دولة في العالم هي مباراة بتحمل المفاجئات وياما شفنا فرق درجة تانية ومراكز شباب بتطيح بفرق أبطال وحقاية البطولة أكثر من مرة مش عايزين نضرب أمثلة لأمثلة كتير وده واجئ موجود وشفناه فبالتالي فكرة التشكيك دايما في أن طريق النادي الإعليسه ودايما طريق النادي الإعليسه فهو ده اللي احنا عايزين نقف عنده ده بقى اللي كنا بنتكلم فيه قبل ما نروح أصلا لفكرة بقى بطولات المواسم السابقة طيب أنت خلينا أقول هنا أنا معترض على فكرة التوجيه أنا مش عايز قرعا موجهة أنا عايز اتحاد الكرة في كاس مصر يحط الـ 32 فريق ويعمل آلية يطلع إن شاء الله الأهل يلعب الزمالك في دورة 16 بس يبقى على كله لكن ما ينفعش تبقى قرعا موجهة ماشي معاك حلو ماشي معاك حلو ماشي معاك حلو وأول لما تلاقي ممكن تواجه برامز في الدور قبل النهائي اللي الأهل كان بيقابله في دورة 16 وبيقابله بكرة في دورة 8 بقيت الدنيا صعبة يبقى أنت جايب تشتكي دلوقتي جايب تشتكي أكثر المستفدين من مسابقة كاس مصر بالقرعا الموجهة هو بالتأكيد الفريق الأكثر حصولا على البطولة في ظل نظام القرعا الموجهة مين بقى الفريق الأكثر حصولا على البطولة في ظل نظام القرعا الموجهة تحقيل اللقب هو نادي الزمالك حاليا هو أكثر المعترضين الشكوى بتصدر من نادي الزمالك وأعلام نادي الزمالك ولعيبة كبار كضام في نادي الزمالك وكأن الأمر موجه ده باختصار شديد موضوع قرعا النهاردة قبل ما نروح للبطولات السابقة ده قبل ما نروح للبطولات السابقة وأنت كمان بتقول عن فريق المقصة أو بتضرب مثال بالفرق أو حال المصري لو سمى إسترن اللي مطلعه غزل المحلة إسترن طلع غزل المحلة غزل المحلة طبعا ترتيبه بيصبق إسترن في جدوى الدوري ليه محدش جاء قال اتحطلنا إسترن هو ده الطبيعة جماعة وزي ما قلنا لو عايزين بقى نروح لمبدأ كمان خاص بفكرة الفرق اللي انت بتقابلها وازاي موضوع القرع الموجهة القرع بتاعة الموسم اللي فات سريعا احنا ممكن نروح لنفس المثال عندك أسوان وسهاج الجونة كيمة والمصري والمنصورة وطلع الجيش دي مجموعة مربع واحد عشان كده جماعة ده مش دوري والله العظيم ها أقسم بالله ده مدور يعني ده اللي الناس مش قادر يوصل الله كل المجموعة دي اللي فيها فرق زي الجونة والمصري وطلع الجيش كم ممكن انت تقول انا حقابلها قابلت منها أسواب على الجانب الآخر النادي الآهلي لسه بيلعب في دور قابل نادي الزمالك وبيقابل فيه بيرامدز وبإذن القصة ما لهاش علاقة ان انا كل الفرق دي أضعف او الفرق دي أقوى وانا بأكد على فكرة يا جماعة القرع قابل ما كانت موجهة احنا عندنا شفنا مباراة حية ومثال الكلام ده موسم 2010 كانت القرع غير موجهة دورة 16 الآهلي بيلعب الزمالك في كاس مصر بنفس ثلاثة واحد جول شريفة عبدالفضيل اكيد كلنا فاكرية تزديدة اللي عايشة في ازهاننا لحد دلوقت دي قرع مش موجهة وبيلعب اي فريق تعال اشوف كده الأفرج بتاع مواجهات النادي الآهلي ومواجهات الزمالك وبعض الفرق الاخرى هتكتشف ان بالعكس انا عندي الزمالك يكون في مجموعتي افضل ليا من بعض الفرق الاخرى فارس اصلا لما كانت القرع مش موجهة النادي الآهلي قدر يحافظ على سجله خالي من الهزائم امام نادي الزمالك ومسابقة كأس مصر ما يقارب 56 سنة وتحديدا من عام 1959 قبل ما تكون المراد بتنقل على الشاشات وحتى عام 2015 56 سنة الأهلي في اي وقت في اي دور قابل نادي الزمالك قطاح بيه خارج المسابقة ولكن الحقيقة دي بيغفلها البعض هنروح لموسم تاني اخر ونشوف النادي الآهلي في قرعة 2019-2020 ده طريق النادي الآهلي وطريق نادي الزمالك لما كانت موجهة هتتفاجئ ان زمالك لعب الشرقية سموحة FC مصر في دور الثمانية لبعد ما هبط ثم واجه طلاعي الجيش اللي هو المفترض في طريق النادي الآهلي ووارد يقابل النادي الآهلي إذا النادي الآهلي قدر يتجاوز الأربع فرق الموراتين اللي يلعبهم وخرج من الدور نصف النهائي وده كانت الموراء اللي كانت بعد مطش القضية ممكن على المقابل اللي كان بيواجه الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي ممكن نستعرض المسابقة اللي قبلها المسابقة اللي قبلها عشان نوضح الفكرة فيها نقطة مهمة جدا نقف فيها كاس مصر 2018-2019 هنا بقى جماعة القرع الموجهة خلت النادي الآهلي حيلعب الترسانة وبعد كده طبعا النادي الآهلي كسب قابل الفايز من برامة زوتانطة برامة زوتانطة على الجانب الآخر كان نادي الزمالك بيقابل الفايز من بعد ما قابل طبعا منية شباب سمنود قابل الفايز من الانتاج الحاربي والتحاد الشرطة هنا نادي الآهلي قابل برامة زوتانطة وخرج يبقى احنا بنتكلم في قادي اللي استفادة من فكرة القرع الموجهة وعدمها هنا وقتها ما طلعناش نتكلم وقلنا انت ليه حطت لنا برامة زوتانطة وليه حطت لنادي الزمالك الانتاج والتحاد الشرطة وما كانش ده المنطق اللي بنتكلم بيه ولو حضرتك بتتكلم ونحن لا النادي الآهلي لا انا عايز تقول بس ونفس الصورة دي محطوطة كده بصوا على الجانب الايصر التمن فرق اللي الزمالك او الزمالك منية شباب سمنود الانتاج الحربي اتحاد الشرطة مصر المقصة ابو قير للأسمدة وادي دجلة الجونة دي التمن فرق اللي نادي الزمالك كان مرشح يواجههم للوصول للمباراة نصف النهائي دول التمن فرق وبيتكلموا عن الموجه بص انت عندك بتروجيت وامبي والدخلية والمنصورة هناك على الجانب الآخر المقاولين وغزة المحلة واسموحهم والألمونيوم واللتعاد السكندري الفكرة برضو اللي بنأكد عليها قسامة ان انت كل المربع اللي تحت ده لو انت كملت في طريقك هتقابل منه واحد ودي الجزئية اللي كتير جدا بشوف في نقاش الناس النهاردة مش قادرين يوصلوا لها هو بيئيس الجانب ده كله وصاد الجانب ده كله ده باختصار شديد يعني نموذج او مثال لقرعة كأس مصر الموجهة وزي ما قلت الحالاتكم مين اكتر فريق استفاد من القرعة الموجهة بالتأكيد الفريق اللي كان طريقه وصل للنهاية وقدر يحقق نهائي البطولة ولكن بنسجل تاني موقفنا احنا مش مع القرعة الموجهة احنا مع قرعة 32 فريق وما عندناش مشكلة نقابل اي فريق وتبقى القرعة على الجميع ولكن بما ان النهج اللي ماشينا عليه في اتحاد القرعة بقالنا فترة القرعة الموجهة ما ينفعش تيجي تشتكي لما ييجي قصادك فريق اخر الغريب بقى في الشكوى وانا يعني هنا مع كامل تأديري واحترامي لكل الاندية هو رئيس النادي الاسماعيلي رئيس النادي الاسماعيلي الاستاذ يحيال كومي دائما وابدا لما بيتواجد في فترة رئيسته للنادي الاسماعيلي لازم هتلاقي التصرحات الجدلية وان ضمن التصرحات الجدلية الكابتن او المهندس او الأستاذ يحيال كومي رئيس النادي الاسماعيلي بيتكلم عن النادي الاهلي انا مش عارف ايه دخل النادي الاهلي والاسماعيلي في الموضوع يعني النادي الاسماعيلي واع مع نادي الزمالك فالمفترض هو يروح يشتكي من القصة دي لكن يشتكي انه فكرة طريق النادي الاهلي طريق ثالث وانا طريق صعب انا اسف جدا يعني اخر بطولة حقا الاسماعيلي في كاس مصر كانت سنة كام عشان تحط النادي الاهلي ده طبعا التصريح الاهلي بيلعب مع الاندية الاخيرة في جدول ترتيب الاندية الاخيرة طب ممكن حضرتك تقول لي هو الاسماعيلي مركزه كام في جدول ترتيب الدوري عشان حضرتك تبقى مستاء ان النادي الاهلي بيلعب مع الاندية الاخيرة وحضرتك هتلعب مع الأندية المقدمة مين اللي وضع الإسماعيلي حاليا في جدول ترتيب الدوري الحالي. أنا بصراحة مندهش جدا من تصريح زي ده. أنه بيتكلم عن فكرة الأندية الأخيرة في جدول الدوري وشايف أن الطريق ده سهل. برغم أن النادي الإسماعيلي بيعاني عشان يطلع من منطقة الأندية الأخيرة. لا أنا بحاول أفهم التصريح. هل أنت كنت عايز تبقى معها في سكة النادي الآلي بدل نادي الزمالك يعني. كنت حابب واجه النادي الآلي بدل نادي الزمالك أعتقد إحنا ما كانش عندنا أي مشكلة. والنادي الآلي كان فايز بربعية على النادي الإسماعيلي في الدوري. وبأداء كبير جدا. فأنا للأمانة مش فهم التصريح لأن زي ما أسمع لكم. والمفروض التصريح يكون بيخص نادي الزمالك. مش بيخص النادي الآلي تمام. ولكن أعتقد معانا بقى بمناسبة المباريات معانا قايمة النادي الآلي أن أعلن عليكم لمباراة برامتز بكرة. القايمة محمود متولي. رامي ربيعة ياسر إبراهيم. وحسام حسن ومحمد شريف. وليد سليمان وبدر بنون. وقاليو ديانج عمر السلية. صلاح محسن أفشا. محمود وحيد. وعلي معلول طهر. محمد طهر. كريم فؤاد. وهاني. مصطفى شبير. وحمز علاء. كوكا. ومحمد أشرف. وزياد طارق. دي كانت قايمة النادي الآلي. طبعا بنتمنى التوفيق للنادي الآلي غدا في مباراة برامتز. ولكن يعني. واحنا بنعلن القايمة عندنا خبر. يعني ما اعتقدش نوع يكون خبر سعيد لجمهير إناد الآلي. لأن في فترة الإصابات. لما بيصابوا لعب. في الوقت الحالي. انت بتفقد كمان مع نجوم فقدناهم شايفين. حمد فتحي برق القايمة. أيمن أشرف. حسين الشحات. أحمد عبدالقادر. والنهاردة كمان. إصابة بيرستا. والدكتور أحمد أبو عبلة. أعلن أن الإصابة بمزقف العضلة الأمية. وتحتاج مدة حوالي شهر. موضوع طبعا صعب جدا. وإصابات النادي الأهلي صعبة جدا. ولكن نتمنى التوفيق للنادي الأهلي. حاب تقول أي حاجة قبل ما نطلع الفاصل؟ قبل ما نطلع الفاصل. أكيد حابي بقول أن محمد شريف نقول حاجة إيجابية. يعني ما تبقاش الدنيا صعبة أوي كده. محمد شريف خاد لعب الجولة جماعة في الدوري الأسبوع اللي فات. أنا عايز بس أتكلم رسالة كده تخص محمد شريف سريعا عشان الناس توقف عندها وتفكر فيها كويس أوي. محمد شريف الفريق حاليا فيه مش أفضل مستوياته وأفضل نتائجه. ويمكن بنمر في فترة صعبة. محمد شريف لعب بيسجلك في الزمالك الدور الأول. بيسجل في الزمالك الدور الثاني. لعب سجل في مباراة بيرامدز. لعب في مباراة البنك الأهلي. كان صعب هدف الفوز. في مباراة في يوتشار. كنت ممكن تقرج خسران لولا الهدف اللي هو سجله. هدف التقدم للنادي الأهلي. يبقى إذن أنت عندك محمد شريف ببساطة شديدة جدا هو لاعب في الوقت اللي النادي الأهلي بيعاني فيه أو بعض اللاعبين مش في مستواهم هو لاعب محافظ على مستواه. ده لاعب لازم نديله الكريدت. لازم نقول أنه حتى هدف النادي الأهلي في إفريقيا. لازم نحافظ عليه لآخر لحظة. لأن محمد شريف من لعبة اللي تمنى كتير جدا من لعبة الأهلي في الفترة دي. يحاولوا يجيبوا مستواهم. ويحاولوا حتى لو هم مش في أفضل حالاتهم يكون لهم تأثير إيجابي زي محمد شريف. أكيد هنطلع لفاصل ونرجع معاكم. ولسه كلامنا ممتد في الأهلي خطة أحد.